موسيقى أحب أتكلم نصيحة طبية عامة للمرضى أو لغير الأطباء، ليس للمرضى، للأصحاء أيضًا، والذين يريدون أن يفضلوا أصحاء بالنسبة للقلب، يجب أن نعرف قوي قلبنا اللي يضرب جواه صدرنا، ماذا بالضبط؟ هذا العضو يضرب 70-80 مرة في الدقيقة، 24 ساعة في اليوم، يعني 100 ألف ضربة في اليوم يعني لو أحد عاش 70-80 سنة، ربنا يديكوا صحة طلطل عمر وتعيشوا 100 سنة، تتكلم في 100 ألف ضربة في اليوم هذا العضو، لو وقف دقيقة واحدة، الإنسان سيتوفى، ولو تلف، الإنسان سيكون عايش بنوعية حياة غير جيدة لذلك المحافظة على القلب أهم بكثير جدًا من علاجه، كيف أحافظ على القلب؟ من فضلكوا اسمعوني جيدًا، أحافظ على القلب بأسلوب الحياة الصحية، أسلوب الحياة الصحية يعني ماذا؟ أول شيء هي الحركة، الحركة بركة، يجب أن تتحرك، حتى لو كنت كبيرت في سن، حتى لو كانت ركبك واجعك، حتى لو كان وزنك زيادة، يجب أن يكون هناك حركة، قد ما تستطيع أن تتحرك، إطلع السلم بدل أن تركب أسنسير، لو أنت ساكن في الدور العاشر، إطلع التاق، إطلع تمانية بالأسنسير، وإطلع دورين على السلم، انزل أربعة دوار، اتحرك، انزل الشري حكتك لروحك، شيل حاجات في إيديك، قلل للدليفري، ليس أن أريد أن أعيش بالدليفري، بسأل للدليفري، ومشي المشي، مهم جداً، عدم الحركة هو قاتل، هو ما يسمى التدخين الجديد، يعني ممكن أن أحد غير مدخن، وقاعد طول النهار، قاعد في مكانه عمال يبص في محموله، يضر نفسه صحياً ضرر كبير، ثاني حاجة بعد الحركة هي عدم التدخين، وعدم الجلوس في الأماكن التي فيها دخان مكسف، ومش محتاج أقول قدي ده مهم، ثالث حاجة هي الطعام الصحي، بالذات لأطفالنا، حافظوا على قلبهم أن هم صغيرين، ما يمفعش أدهم أكياس كاراتي وكياس شيبس ومراحين المدرسة، واعتبر أن أنا عملت واجبي، الأطفال يجب أن تأكل أكل صحي مفيد، يعني موزة، يعني طمط ماية، يعني خيار، يعني سندويتش جبنة قريش، ده أكل مفيد وصحي الأطفال، بيضة مسلوقة، يجب أن الأطفال تأكل أكل مفيد وصحي، لا ينفعش وأكل ما يسبب لهمش البدانة، وإفرد كان طفل من أطفالنا ووزنه زاد، يجب أن نبدأ أن نفعل ماذا؟ لا يوجد شيء يسمع دعايل، وعندما يكبر سيخس، ونصدره هو المشكلة في المستقبل، يمكننا أن نساعده في هذا السن، ويكبر وهو وزنه جيد، الأكل الصحي من أهم الأشياء، وهناك الكثير من الأكل اللذيذ في مصر، الذي كلنا نحبه، ليس صحي، حتى لو نأكله يكون بكميات أقل، قلنا الحركة، عدم التدخين، الأكل الصحي، هذه أساليب الحياة الصحية التي يمكن أن تحافظ بها على قلبك إلى حد كبير، لا نستنى لحد ما القلب يتعب، ونبدأ نعالجه، أسلوب الحياة الصحية مهم جداً، آخر شيء في أسلوب الحياة الصحية، لأننا نرى، لو حاجة بدأت وعملة مشكلة، مثل ضغط الدم عالي، كوليسترول عالي، عندي تاريخ عائلي لبعض الأمراض، سأذهب لطبيب وأعالج هذا كلام، ولكن لا ينفع أن أذهب إلى الدكتور وأطلب أن يفحصني، وأكون أنا في الشارع قبل أن أطلع شارب ثلاثة أربعة سجاير أو شارب سجارة، هذا كلام لا ينفع، أولاً وقبل كل شيء، الوقاية خيراً من العلاج، درهم وقاية خيراً من قنطار علاج، أسلوب الحياة الصحية، من فضلكم اتبعوا أسلوب الحياة الصحية، وشكراً.